معنا تحقق التميز التفوق فتابعونا اعزائي طلب الطالبات ديبلوم المدارس السنوية الصناعية تخاص الالكترونات اهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات مادة النظم الالكترونية النهاردة ان شاء الله هنشرح خلال الحلقة المنهج اللي احنا هندرسه ايه في مادة النظم الالكترونية ونبتدي نخش بالتفصيل في الاجزاء اللي خاصة بالمنهج في الباب الاول مادة النظم الالكترونية بندرس فيها اول هي اسمها نظم الالكترونية اللي مقصود بكلمة نظم الالكترونية اللي مقصود بها هي نظم الارسال والاستقبال عشان كده هنلاقي اني في الباب الاول اللي خاص بمادة النظم هنتكلم على اجهزة الارسال الازاعي بانواعها بتفاصيلها بالرسم التخطيطي لها بالرسم التفصيلي للدوائر بتاعتها اذا كانت اي ام او اف ام في الباب التاني بناخد انظمة الاستقبال الازاعي برضو برسم تخطيطي وتفاصيل الدايرة والجزء اللي خاص بال اي ام وال اف ام في الباب التالت بنتكلم معنا الجزء اللي خاص باجهزة الارسال التليفزيونية وبرضي زي ما احنا قلنا بنشرح رسمات تخطيطية ودوائر التفصيلية بالكامل في الباب الرابع بندرس الجهزة الاستقبال التليفزيونية يعني زي ما درستنا ارسال بندرس الاستقبال برضو بالتفاصيل درسم تخطيطي ودوائر التفصيلية وبندرس مع دوائر الاستقبال وحدة الرموت اما الباب الخامس بنتكلم فيه عن الرادار وعن الصناعية والفاكس بالجزء اللي خاص بالباب الاول خاص بمادة النظم الالكترونية هنتكلم فيه الباب الاول اول جزء عندنا هنتكلم فيه اللي هو خاص بعملية الارسال عملية الارسال او مفهوم كلمة الارسال يعني ايه ارسال طبعا الارسال عندنا خلي بالك بقى معايا عشان عملية الارسال دي لما بنفهمها بتريحنا برضو فيه اجهز الاستقبال او في نظام مفهوم الاستقبال وبرضو نحط في دماغنا كده مع ابنائنا الطلبة وبناتنا الطالبات المادة عندنا مادة فنية بدتفهم مش بدتتحفظ وكل ما بتفهم جزء فيها بيريحك في الجزء اللي بعده والكلام ده هنقوله وحيبان عندنا في خلال الشر بنتكلم عن مفهوم او تعريف الارسال عموما خلي بالك بنتكلم عن الارسال عموما الارسال تعريفه هو نقل بيانات او معلومات من مكان الى مكان اخر بعيد والمعلومات دي هي ايه بالزبط المعلومات دي ممكن تكون خلي بالك بقى معايا صوت يبقى ده اسمه ارسال اذاعي صوت وصورة ده اسمه ارسال تليفزيوني مستند ده بيبقى اللي هو ورقة مكتوبة يعني بيبقى ارسال عن طريق الفاكس ملف كامل عبارة عن مستند وصوت وصورة بيتم ارساله رقميا ده اللي هو الارسال عن طريق شبكة الانترنت يبقى من خلال المفهوم ده انا عرفت الارسال يعني ايه الارسال زي ما قلت لك نقل معلومات من مكان لمكان اخر احنا دلوقت بنبقى قاعدين قدام الشاشة التليفزيونية ونشوف اللي بيحصل في العالم كله طب الكلام ده تم ازاي ما هو بيبعت لك معلومات المعلومات ده عبارة عن صوت وصورة بنبقى موجودين وواحد يبعت فاكس من محافظة لمحافظة او من بلد لبلد نفس الكلام وهو ممكن برضه يتبعت الملف كامل عن طريق النت اذا تعريف او مفهوم خلي بالك بقى معايا كلمة الارسال لازم تكون محسوسة مش محفوزة بيانات بتتنقل بيانات دي ممكن تكون صوت او صورة او صوت لصورة مع وعد او مش تاند او الكلام ده كله تعريف الارسال وبعد كده نبقى نشوف اجهز الارسال ازاي هنقسمها نشوف الكلام ده على الشاشة نظم الارسال بنبدأ بيها تعريف عملية الارسال تعريف عملية الارسال الارسال هو نقل للمعلومات من مكان الى مكان اخر بعيد ويمكن ان تكون المعلومات معبرة عن صوت صوت خلي بالك بقى معايا هنا هيبقى ارسال ازاعي ما انا بتكلم على الارسال ما انا بعرف الارسال او معلومات معبرة عن صوت والصورة يبقى ازا ده ارسال تليفزيوني او معلومات معبرة عن صورة مستند يبقى ده ارسال عن طريق الفاكس او معلومات معبرة عن مستندات صوت اللي هي مستندات معبرة عن مستندات وصوت وصورة وملفات باكملها تنقل رقميا وده بيبقى ارسال عن طريق شبكة النت يبقى انا كده عرفت ايه خلي بالك بقى معايا عرفت ان في جزء عندي خاص بالمهوم بتاع كلمة الارسال فهمته اه فهمته كويس لما اجا اقول لك بقى خلي بالك معاك كويس او من الكلام ده لما اجا اقول لك تقسيم اجهزة الارسال وخلي بالك من السؤال ده كويس او الانوان ده كويس اوي تقسيم اجهزة الارسال طب هنقول يا اشتازة تقسيم اجهزة الارسال لا مش اقولها ليه لان انت فهمها هتطلحها من التعريف ما احنا مش هنحفظ طيب انا كده هقولها لك بس عن طريق مفهوم التعريف بتاع عملية الارسال ازاي ازاي تقسيم اجهزة الارسال بيتم كالادي احنا اول حاجة في المعلومات قلنا المعلومات دي ممكن تكون ايه صوت يبقى اول حاجة هنا اول حاجة في تقسيم اجهزة الارسال او انواع اجهزة الارسال برضو الارسال الازاعي ده صوت وقلتلك المعلومات دي ممكن تكون صوت وصورة كل ده في المفهوم بتاع التعريف مفهوم التعريف بتاع الارسال ده ارسال تليفزيوني لو كان صوت وصورة المعلومات لو كان مستند اللي هبعته او هرسله يبقى اجهزة ارسال الفاكس لو كان ملف كامل عبارة عن مستند وصوت وصورة وبيبعت رقميا او بيتم ارساله رقميا يبقى ده نوع ارسال او جاء نوع من انواع اجهزة ارسال اللي هي شبكة الانترنت اربع انواع طلعتهم من خلال التعريف عشان كده في البداية خالص قلتلك ايه اللي بيفهم جزء بيساعده في فهم الجزء اللي بعد كده عضيفة على اربعة طيب في حاجات تانية اجهزة ارسال يعني في اجهزة ارسال ازاعية تليفزيونية فاكس انترنت بس لا ما هو في عندنا اجهزة المحمول وفي عندنا التليفونات الارضية وفي عندنا بقى يعني كل الاجزاء دي يتطور في اجهزة ارسال عشان كده بنقول النوع الخامس في اجهزة الارسال هي اجهزة ارسال خاصة زي التليفون المحمول وزي التليفونات الارضية وزي الاقمار إذن أنا عرفت دلوقتي تقسيم أجهزة لبالك تقسيم أجهزة الإرسال واحد أجهزة الإرسال التليفزيونية جهاز إرسال الفاكس أو جهاز إرسال الفاكس شبكة الإنترنت وأجهزة الإرسال الخاصة على التليفون الأرضي وتليفون المحمول والأكمار الصناعية تعال نشوف التقسيمة بتاعي أنواع أجهزة الإرسال تقسيم أجهزة الإرسال أجهزة إرسال إزعية اللي بتبعت الصوت زي ما احنا قلنا أجهزة إرسال تليفزيونية بتبعت صوت وصورة ده كل ده كلام ده في التعريف بتاعيه؟ تعريف الإرسال أجهزة إرسال الفاكس اللي بتبعت المستند أجهزة إرسال شبكات المعلومات الدولية الإنترنت اللي بتبعت أساساً ملف كامل عبارة عن صوت وصورة ومستند النوع الخامس أجهزة إرسال خاصة مثل أجهزة الرادار وأجهزة الاتصالات التليفزيونية وأجهزة إرسال الأقمار الصناعية يبقى أنا عرفت كده إن أنواع أجهزة الإرسال خلي بالك قلت لك أنواع أجهزة الإرسال ركز كويس أو في الأنواع دي عشان يحتاجوا بعد كده تعالوا نشوف فقا الفكرة الأساسية لعملية الإرسال الفكرة الأساسية لعملية الإرسال إحنا دلوقتي قلنا هنبعث معلومات صوت أو صورة أو أي نوع من ألواع نحن نتكلمنا فيها طب إزاي بيتبعت الفكرة الأساسية بتاعته إزاي بيتبعت المعلومات كلها اللي إحنا بنبعثها من الإرسال للاستقبال خلي بالك قويس قومي الكلام ده المعلومات دي بتتحول من معلومات أيا كان نوحها إلى إشاراتك عربية يعني عاية سبيل المثال المثال أنا دلوقتي قدام منك على الشاشة أنت شايف على الشاشة الصورة بتاعتي وسامق صوتي الكلام ده وصل لك إزاي وصل لك أن أنا أساساً وأنا موجود دلوقتي في الستوديو فيه مايكروفون عشان يحول الصوت لإشارة كعربية وفيه قامرة قدام مني عشان تحول الصورة بتاعتي إلى إشارة كعربية إذن أي فكرة أساسية لعملات الإرسال بحول المعلومات اللي أنا أبعتها أيًا كان نوحها تاني إلى إشارة كعربية وعندين أخذ الإشارة كعربية دي طبعاً الإشارة كعربية بتبقى متغيرة في التردد وفي الجهد على حسب المعلومات لأنني أنا لو قمت دلوقتي وواحد مدرس تاني حيجي غير تفاصيلي اللون بتاع الجاكت غير اللون القرفات حي مختلفة إذن الإشارة الكعربية اللي خارجة من الكامرة اللي معبرة عن تفاصيل المنظر متغيرة فين؟ في التردد وفي الجهد يبقى بأخذ أي معلومات عشان أبعتها أو أرسلها بحولها إلى إشارة كعربية متغيرة في الجهد والتردد على حسب التفاصيل الأصلية للمعلومات اللي أنا أعايز أبعتها وبعدين هاخد المعلومات دي الإشارة الكعربية المعبرة عن المعلومات دي هبتدى أبعتها على أجهزة الإرسال الاستقبال هبتدى أرسلها لأجهزة الاستقبال خلي بالك هتتنقل دلوقتي من الإرسال للإستقبال السكة اللي هتمشي فيها الإشارة إيه هي؟ آه عندي سكتين اللي إحنا بيستميل وسط الناقل طريقتين يودولي الإشارة من الإرسال للإستقبال يا إما السلك زي التلفونات الأرضية السلك هيوصلني من الإرسال للإستقبال وهنا بيبقى الوسط الناقل وسط سلكي يبقى دي اسمها إشارة سلكية هتمشي في السلك أما الإرسال الوسط التاني اللي هيبتدين ينقل للإشارة اسمه وسط لا سلكي يعني الإشارة التلفزيونية دي اللي عاية اللي بيجي لك البيت ما شفناش سلك وصل بمحطة الإرسال عشان يوصل بالجهاز بتاعك لا دي إشارة كهروماناتسية وصلت لك إنت وصلت لك إنت إزاي على هواء الاستقبال بتاعك وصلت لك عن طريق الأسير الأسير ده ده وسط ناقل الوسط النقل اللي أنا بسميه لا سلكي يبقى عندي نوعين من الوسط النقل سلكي وده بيتمثل في التلفون الأرضي لا سلكي وده بيعتمد طبعا على الموجات اللي هي الكهروماناتسية لأن التلفون الأرضي بيعتمد على الموجات الكهروماناتسية إنما السلكي اللي هو لا سلكي اللي هو زي الإرسال التلفزيوني والإرسال الإزاعي وهكذا يبقى أنا عرفت دلوقتي الوسط النقل دوره إيه؟ بين الإشارة من الإرسال للاستقبال وفي عندي نوعين وسط سلكي ووسط لا سلكي تعالوا نشوفي الكلام ده على الشاشة الفكرة الأساسية لعملية الإرسال تعتمد الفكرة الأساسية لعملية الإرسال على تحويل المعلومات أيا كان نوحة المرسلة أيا كان نوحة صوت أو صورة إلى تغيرات كهربية لإشارة كهربية تتناسب في ترددها وجهدها يعني متغيرة من في الجهد وفي التردد مع تفاصيل هذه المعلومات بتنقل هذه التغيرات الكهربية من جهاز الإرسال إلى جهاز الاستقبال خلال الوسط النقل والوسط النقل زي ما قلت لك هو يأما سلكيا يأما لا سلكيا ثم تحول في أجهزة الاستقبال إلى المعلومات السابق إرسالها يعني المعلومات اللي بعدتها بعدت صورة هتشوف على جهاز الشاشة عندك صورة بعدت صوت هتسمعوا صوت وهكذا نشوف فقا الجزء اللي بعد كده الفكرة الأساسية لعملية الإرسال الإزاعي خلي بالك بقى معي أنا لسه قيل دلوقتي الفكرة الأساسية لعملية الإرسال عموما كتعمة عشان كده قلنا صوت صوت بصورة مستند أي حاجة كنت بحول الإشراكة العربية إنما هنا بقولك الفكرة الأساسية للإرسال الإزاعي اللي خاص بمين بالصوت خاص بمين بالصوت يبقى الفكرة بتاعة المفهوم بتاع الإرسال اللي هو العادي اللي هو أجهز الإرسال العادية لا ده فكرة الإرسال العادية خلاص عمى عشان كده قلنا أي المعلمات آيا كانت إنما هنا مقصود بالإرسال الإزاعي الإرسال الإزاعي هنا اللي مقصود به إرسال الصوت والصوت برضه مع الموسيقى لأن الموسيقى عبر عن الأسوات طب الفكرة الأساسية دي في الإرسال الإزاعي بتتم إزاي خلي بالك بقى معا باخد إشارة الصوت أي كانت صوت عالي صوت مخفض صوت موسيقى أي أن كان صوت بقول إشارة صوت الإشارة دي بدخلها على الميكروفون يحولها للإشارة كهربية زي المايك السلك اللي بعد المايك بياخد الإشارة دي ياخدوا الصوت للإشارة الصوتية وحولها إشارة كهربية بعد إشارة كهربية دي بعملها عمية تكبير الكهربية دي معبرة عن الصوت خلي بالك معبرة عن مين عن الصوت طيب الاشارة الكهربية دي اللي هي بتاعت الصوت دي انا عايز ابعتها خلي بالك عايز ابعتها لاجلسة الاستقبال احنا بنشتغل في الصوت في تردد منخفض يعني انا لو بعت اشارة الصوت دي مش هتروح مسافات بعيدة خالص فانا عايز ابعت الاشارة بتاعت الصوت دي لمسافات بعيدة عشان كل المحافظات تسمعها طب اعمل ايه ما انا عايز حاجة دلوقتي تخلي تشيل بص خلي باك معايا توصل لي الاشارة الكهربية المعبرة عن الصوت لكل اجهزة الاستقبال مين اللي بيعمل كده خلي باك بقى معايا هضرب مسألة بسيط عشان ما تنساش الكلام اللي اللي هقوله لما يكون فيه مشوار بعيد انت لو مشوار جنب البيت هتبشي على رجليك عادي انما لما يكون مشوار بعيد هتقول لي لازم اركب مواصلة او هروح بالعربية اذا خلي بالك العربية دي اصبحت حاملة ليك انت وانت المحمول عشان تروح لمسافات بعيدة احنا بروترك المسال ده عشان ما تنساش طب ايه اللي معصود من الكلام ده الاشارة اللي هي الكهربية المعبرة عن الصوت دي عايز ابعتها المسافات بعيدة بروح جايب لها موجة تردد عالي خليك فاكر الكلام ده كويس قوي تشيلها اي موجة التردد العالي دي عشان تشيل موجة التردد المخافض اللي هي معبرها عن الصوت اسمها عملية تعديل او دائرة تعديل ان انا حطت موجة التردد المخافض اللي معبرها عن الصوت على موجة التردد عالي وابتدي بعد كده اكبر الاشارة اللي خارجها من دائرة التردد طب كبر تردد عالي وبعد كده دخلها على الهوائي الهوائي ياخد الاشارة المعدلة دي اللي هي الموجة الحملة والمحمولة ويحولها لي من اشارة كهربية الى اشارة كهرومغناطيسية ويبتدي انشرها عبر الأسير يبقى خليك فاكر الاشارة عشان تروح لمسافات مجلس الاستقبال كلها المسافات بعيدة لازم يبقى شايلها تردد عالي خليك فاكر الكلام ده كويس قوي وده بنسميه التعديل التعديل اني احط موجة التردد مخافض على موجة التردد عالي تعاني نشوف بقى الكلام ده بنكتبه ازاي بالترتيب عشاش الفكرة الاساسية لعملية الارسال الازاعي تعتمد فكرة عمل الارسال الازاعي اللي طبعا من خاصة بالصوت خلي بالك على تحويل الترددات الصوتية اللي هي الاشارة الصوتية والنغمات الموسيقية الى اشارة كهربية متغيرة عن طريق المايكروفون خلاص تكبر الاشارة طبعا ثم يتم تحميل هذه الترددات اللي هي ذات التردد المخافض اللي هي الموجة بتاع المعبير عن الصوت على موجة التردد عالي وتوصل الى دائرة الهواء الارسال حيث يتم تحولها من موجات كهربية موسيقية حيث يتم تحولها الى موجات كهربية يعني هي اساكات كهربية حولتها كهربية موسيقية تشعع عن طريق الهواء فتنتشر في جميع الاتجاهات الى مسافات بعيدة يعني انا لو ما عنديش موجة التردد العالي دي فعلا اشارة مش يتروح لمسافات بعيدة والكلام دا على فكرة عشان نفهمينه خلال الشرح في المنهج هفكرك انا بالجزء ده لما نجي نشرح الدواير يعني انواع اجهزة الارسال الازاعي خلي بالك بقى معايا انواع اجهزة الارسال شوف خلي بالك انواع اجهزة الارسال تقسيم انواع اجهزة الارسال لا انواع اجهزة الارسال الازاعي تقسيم اجهزة الارسال الازاعي كل ده الاجابة عليه واحدة بس خلي بالك ممكن اقولك تقسيم اجهزة الارسال الازاعي طب ما أنا عندي حاجة تاني كانت لس واخدنا من شوي تقسيم أجهزة الإرسال شوف كلمة خلي بالك كلمة فرقة بين العنوان ده والعنوان ده هنا تقسيم أجهزة الإرسال هنا تقسيم أجهزة الإرسال الإزائي الفرق كبير في الإجابة تقسيم أجهزة الإرسال نفسها قلنا أجهزة الإرسال الازاعية التلفزيونية الفاكس الانترنت اجهزة الارسال الخاصة انما لما اجي هنا ده نحد تتلك تقسيم او انواع اجهزة الارسال الازاعي لا ده بتنقسم لنوعين اجهزة ارسال ازاعي ام نحن بنسميها امبتود مدينيشن واجهزة ارسال ازاعي بنسميها اكت ام طب قويس اول ليه بنقول له عنوانين دول عشان انت لما تيجي في الامتحان زي ما احنا بنقول اقرأ السؤال ببطء شوف الفرق كلمة في العنوان لو انت شوفت تقسيم اجهزة الارسال الازاعي انت بتقرأ بسرعة فممكن تغلط وتكتب تقسيم اجهزة الارسال والاجابة دي مختلفة عندي تماما عشان كده دايما برضو في الحلقات داخل مراجعة بانه اديكم شوية توصيات تبقوا ماشيين عليها بهدوق كده تقرأ السؤال بهدوق انما تعال شوفها دلوقتي انواع او تقسيم اجهزة الارسال الازاعي قلنا بنقسمها نوعين ام وف ام اجهزة ارسال تعديل تساعي ام واجهزة ارسال تعديل ترددي اللي هو الف ام اللي هو بقى معايا اذا اللي بيفرق معايا هنا في التعديل اللي بيفرق معايا في انواع الاجهزة نوع التعديل نفسه يبقى لما جاء اقسم اجهزة الارسال الازاعية بقسمها على ايه بقسمها على اساس نوع التعديل المستخدم كمانا عندي نوعين من التعديل تعديل التساع وتعديل الترددي وحنتكلم عليهم بالتفصيل يبقى انا دلوقتي لما اجهزة الارسال يبقى انت خلاص عرفت اجهزة الارسال الازاعي يبقى انت برضه عرفت اجهزة الارسال الازاعي بتقسم على حسب نوع التعديل وبتقسم الى نوعين نوع التعديل الترددي اللي هو الف ام ونوع التعديل التساعي اللي هو ال اي ام تعاني نشوف الكلام ده على الشاشة الارسال الازاعي يوجد نوعان من الإرسال الإزاعي وذلك باختلاف طريقة التعديل أو التشكيل المستخدمة يبقى أنا عارف نغمة على حسب نوع التعديل التعديل اللي هو طريقة حط الموجة التعترض المخفض على موجة التراضي العالي الطريقة نفسها هي اللي بتحدد نوع الجهاز طبعا بنقسم على التعديل يبقى أول نوع عند الإرسال بالطريقة التعديل التساعي AM وAM اختصار لكلمتين Amplitude Modulation اللي هو تعديل التساعي النوع التاني اسمه الإرسال بطريقة تعديل التردد اللي هو Frequency Modulation اللي هو FM تعالوا بقى نشوف الهدف أو الغرض من التعديل التساعي نبتدي ناخد بقى كل نوع لوحده ونشرحه بالتفصيل دلوقت احنا قلنا تقسيم أجهزة الاستقبال الإزاعي بنقسمها على حسب نوع التعديل إذا كان نوع التعديل AM أو نوع التعديل FM طب التعديل ده الغرض منه إيه أو الهدف منه إيه قلنا من شوية زي ما قلتلك برضو لو أنت فهمت الجزء الأول هساعدك في الجزء الثاني كل جزء هتفهمه هساعدك في الجزء اللي بعد إذن الهدف أو الغرض من استخدام التعديل التساعي أو التعديل التردد برضو بس الهدف أو الغرض منه إيه إن أنا أبعث الإشارة دي المسافات بعيدة أيا كان نوحة بقى أيا كان نوحة إذن التعديل عندي بيبقى في أجهزة الإرسال خلي بالك التعديل عندي بيبقى في أجهزة الإرسال طب أجهزة الإرسال فيها تعديل وأنا حطيت موجة التردد المخفض على موجة التردد العالي وعرفت إن موجة التردد العالي خلي بالك إن هي هتوصل لي هتوصل لي هتوصل لي الإشارات كلها تعترض مخفض لحد أجهزة الإستقبال دخلها جوه أجهزة الإستقبال طب موجة التردد العالي هحتاجها بعد كده لا أولا ما عليش يعني تركب مواصلة من مكان لمكان هتروح مثلا الشقة أو هتروح أماش تاخد معاك العربية فوق في الشقة لا أنت بتركنا وده الكلام اللي إحنا بنقوله إن أنت أول ما توصل الإشارة إلى جهاز الإستقبال من جوه آه هتدعم ليه أخلص أو أفصل موجة التردد المخفض على موجة التردد العالي عن طريق ده ده اسميها دائرة الكشف يبقى الكشف عكس التعديل التعديل في الإرسال هو وضع موجة التردد المخفض على موجة التردد العالي أما الكشف عن موجة التردد العالي وده بيبقى موجود في أجهزة طيب يعني كده أنا فهمت آه في نوعين من أنواع أجهزة الاستقبال الإزاعي الAM والFM وبقسمهم على حسب نوع التعديل هنتكلم إن شاء الله على الغرض أو الهدف من التعديل التساعي الAM اللي هو في الحلقة القادمة نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر